في الفيديو ده جايب لك موقع مجاني بالكامل تقدر تستخدمه في إنشاء فيديوهات صورة 2 بدون Limit وبدون VPN وبدون كود دعوة وبدون علامة مائية على الفيديوهات خلانا نتعرف على الموقع بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم احمد ودي قناة منوستر للمعلومات لأول مرة تتفرج على القناة تأكد انك عمل لايك واشتراك عشان تبع عندنا أحدث المواقع وأفضل أدوات الزكار الاصطناعي اللي هتفيدك في شغلك ويلا بنا نبدأ مباشرة في الشرح الموقع هو ده وهسيب لك رابط بتاعه طبعا في أول تعليق مسبت أو في الوصف تقدر تنتقل إليه مباشرة ولكن هتضطر تسجل دخول عشان تقدر تستخدمه تقدر تضغط على sign up وتسجل بجوجل أو تكتب الإيميل بتاعك والاسم والباسورد تضغط على create account وهيبعث لك كود للحساب بتاعك عشان تفعله وتستخدمه لو سجلت من خلال جوجل مش هيتطلب الكلام ده بعد كنا نقدر نضغط على login ونسجل دخول مباشرة هيفتح لنا بالواجهة دي تقدر تروح للواجهة اللي ظهرها لك دي أو ممكن الواجهة دي هي اللي تظهر لك يعني الفرق بينهم ان انت لو ضغطت على اسم الموقع هيوديك للواجهة دي لو ضغطت على كلمة studio هيفتح لك الواجهة دي من خلال الواجهتين تقدر تولد فيديوهات صورة او هلأ نجرب ازاي هنا هتلاقي عندنا create new وبعد كده هنا هنحدد صورة طبعا اتأكد انك محدد خيار free زي ما حضرتكم شايفين كده في وقت انشاء الفيديو ده كان free يعني محددش يجيلي بعد سنة ويقول لي لا ده هو مش مجاني تمام فهو free دلوقتي هنا عندنا صورته زي ما حضرتكم ظاهر هنا كلمة free هنا premium ده المدفوع فاحنا بنستخدم صورته المجاني طب تقدر كمان ترفع صورة لو ضغطت على add image هنا تقدر ترفع صورة ولكن ما نفعش ترفع صورة اشخاص حقيقيين اي صورة منتج اي حاجة تقدر تستخدمها تقدر تضغط على add image هنا وتضيفها بعد كده هنا تحدد عايز الصورة او الفيديو بتاعك يكون افقي ولا رأسي تقدر تضغط على camio هنا ولكن انت تقدر تستخدم الشخصيات بس المتاحة داخل صورة 2 لكن ما نفعش تنشئ الشخصية لنفسك هنا يعني تقدر تضغط على camio وتخطر اي شخصية مستخدمة داخل صورة 2 لو ضغطت على اسم اليوزر كده وبحثت عنه تقدر تبحث بقى عن الشخصية الموجودة على حسب اسمها ايه بعد كده تقدر تحدد هنا عدد الفيديوهات او عدد السواني بتاعت الفيديو 15 ثانية او 10 ثاني هنا هتلاقي بيقولك credit بتاعتك 40 هو الموقع بيديك يوميا credit انت credit بتاعتك 40 لكن انشاء الفيديوهات بيحتاج zero credit بدون اي credit تمام يعني مش بيحتاج اي حاجة طبعا خير advanced ده بتتحكم في البروميت بتاعك وبتشوق بالتفصيل هنا تقدر تضيف البروميت بتاعك وبعدك تضغط على generate والصورة خلينا مثلا ننشئ فيديو ولا تخليها عشر سوائن عشان يكون الفيديو بسرعة وتقدر كمان تستخدم ملف البروميت ده اللي انا هسيب لك الرابط بتاعه في جروب التليجرام بتاعنا تقدر تروح وتنتقل اليه مباشرة انا هينقلك للواجهة دي هتلاقي اكتر من خمسين بروميت لفيديوهات الانتشر الترند فيديوهات القرود فيديوهات المنتجات اللي بتعمل اعلانات فيديوهات اللي بتصورها بالدرون وغيرها من البروميتس اللي تقدر تستخدمها بروميتس احترافية تقدر تستخدمها على فيوسري او تستخدمها على سورة تو كمان هسيب لك كاتب البروميت لو انت عايز تنشئ فيديوهات لشخصيات بتتكلم سواء كانت حيوانات او اشخاص حقيقيين تقدر تكتب التفاصيل هنا وتضغط على توليد بروميت هيولد لك بروميت جاهز لسورة تو او فيوسري بشكل مجاني بالكامل اللي ده متاح على الموقع بتاعنا ورابط الملف ده هتقيه برضو في ورابط الموقع اللي احنا بيستخدمه ده هتلاقيه برضو في الوصف او التعليق وخلينا ناخد بروميت كده ونضيفه بالشكل ده وبعد ذلك نضغط على كلمة طبعا زي ما حضركم شايفين هو مخصمش اي حاجة وبتظهر لك هنا قائمة التحميل هتستنى الى اربع دقايق زي ما هو بيقول لك تقريبا الفيديو بياخد اربع دقايق فنستنى لحد ما يخلصهم ونشوف الفيديو هيكون عامل ازاي ولو ضغطنا هنا هتلاقيه ظاهر لي الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده واي فيديو بيبقى فيه خطأ بيظهر لك بالشكل ده وببعط لك اشعار على كل فيديو بيتم الانتهاء منه فعر انتهاء النتيجة هبتظهر لك بالشكل ده نقدر نشغلها اهلا بكم في موقع جديد مجاني لفيديوهات صورة اثنان بدون علامة مائية طبعا الفيديو زي مهاركوا شايفين تقدر تحميله عادي لو افتحته مرة تانية تضغط هنا بعدك اختار على داول لود هتلاقي الفيديو تحمل معك بشكل مجاني بالكامل وبس كده بدون اي علامة مائية وتقدر تعمل عدد فيديوهات يعني دي كلها فيديوهات انا عملتها النهاردة بدون مدفع اي حاجة وبدون اي كريدت نهائيا اعرف على الموقع المجاني ده اللي بسمح لك تولد فيديوهات صورته وبشكل مجاني بالكامل بدون اي علامة مائية وخلينا نكتشف ده ازاي في البداية هسيب لك رابط الموقع في الوصفة تقدر تنتهي لليه او اول تعليق مسبت تقدر تنتهي لليه مباشرة هيفتح لك الواجهة دي كل اللي عليك هتضغط على جيت ستارتد هيتطلب منك سجل ايميل جوجل او بايميل مايكروسوفت هنضغط عليك تنفيرم هم بعشرة كده احنا سجلنا الدخول بعد ما نحل الكاملاتش دي كده احنا سجلنا الدخول بتاعنا على طول ممكن ننور الموقع كده يكون بالواجهة البيضة عشان يكون واضح للناس والموقع اول ما بتسجل لو رحت على البروفيل بتاعك بتلاقيها يعطيك تمانين كريدد التمانين كريدد دول تقدر تستخدمهم في انشاء الفيديوهات وتقدر تعمل اكتر من حساب بنفس الطريقة وتاخد كريدد تانية وتعنشق بها فيديوهات ده فيديو معمول بصورته بيزهر لك كده من غير اي علامات مائية نهائيا على الفيديو تقدر تكتب هنا البروميت بتاعك باللغة العربية او باي لغة او تقدر تبعت له كمان البروميت بصيغة جيسون او ممكن تكتبه له هنا باللغة العربية او باللغة الانجليزية كمان هنا تقدر تحدد الريشيو بتاعك سوان كان بورتريت او لاندسكيب لاندسكيب اللي هو المساحة العادية بتاعت اليوتيوب دي او بورتريت اللي هو مساحة تيك توك او الشورتس بتاعت اليوتيوب او الريلز بتاعة الفيسبوك كمان تقدر تستخدمه في رفع صورة ويحولها لك الى فيديو هنا تقدر ترفع الصورة اللي انت عايزها نضغط على كده وبعد كده ترفع الصورة بس ما ينفعش صورة اشخاص يعني اي صورة لشخص حقيقي مش هيرضي يعمله لك لكن لو صورة كارتون او صورة انامي او اي حاجة هيقدر يحركها لك عادي ما فيش اي مشكلة وهنا هتكتب له البرومت اللي انت محتاجه خلا نجربه في توليد فيديو وكده باللغة العربية بعد ما هنكتب له البرومت باللغة العربية بالشكل ده كل عليك تقدر تضغط على كلمة رون هنا بعد ما تحدد الحجم اللي انت عايزه اللي اخترنا لاند اسكيب او بورتريت انا طبعا ضغط وانا محدد على بورتريت من غير محدد على لاند اسكيب فيطلع لي بشكل طولي بس ما فيش اي مشكلة خلينا نشوف النتيجة اللي تظهر معنا هتكون عاملة ازاي وهل هيكون فيها علامة مائعة ولا لا في خلال اللحظات ظهرت لنا النتيجة هنا خلينا نشغلها او ممكن نعمل ده و اللود عشان نشغلها عندنا على الجهاز او ممكن نشغلها بشكل طولي لمشوفت فيديوهات صورته بقت بتطلع من غير علامة مائعة ازاي ده؟ شوف الفيديو وطبعا تقدر تحمله من هنا بشكل مباشر وهتلقيه تحمل معك على جهاز الكمبيوتر وتقدر تستخدمه وتفضل لمشوفت فيديوهات صورة 2 بقت بتطلع من غير علامة مائعة وزي ما انت شايفين مفيش اي علامات مائية خالص على الفيديو وزي ما هتركوا شايفين كده الفيديو كامل ومفيش عليه اي علامة مائية وكل ده بشكل مجاني وهتلاقي عليه جميع المواقع او نمازج الزكاة الاصطناعي زي فيو 3 رونوي كلينج 1 2.2 ده القديم طبعا خلنا نجرب النموذج الثاني اللي هو صورة 2 image to video تقدر ترفع هنا اي صورة تطلب منه ان هو يحرقه لك على سبيل المثال انا رفعت له اللوجو بتاعنا وهقول له اعمل لي animation ده الفيديو ده وهكتب له البروميت بشكل ده بعد كده كل عليا انا هتضلط على كلمة run وخلنا نشوف النتيجة تكون عاملة ازاي هل هيقدر يعمل لنا زي intro كده لليوتيوب ولا مش هيقدر انا بجرب معاكوا اول مرة اجرغوا في حاجة زي كده لكن انا جربته في انشاء فيديوهات اعلانية للمنتجات في الفيديو ده والصراحة كان اعاطي نتيجة مبهرة يعني تحسش ان هو فيديو معمول بزاكل الصناعة تحس ان هو فيديو معمول او متصور في استوديو مخصوص فخلنا نشوف النتيجة هل هنا هيقدر يستوعب البروميت ويطلع لنا نتيجة كويسة ولا لا فما قدرش يولد الفيديو فبالتالي انا ممكن ان اجربوا على حاجة تانية زي مثلا هرفع له صوت الكندي واطلب منه وعمل لي ليها اعلان وخلنا نشوف النتيجة مع بعضها تكون عاملة ازاي فخلال اللحظات ظهرت لنا النتيجة دي خلنا نجرب نشغالها ونشوف ان النتيجة هتكون عاملة ازاي تقدر يحافظ على صورة المنتج وما غيرش في اي حاجة وقدر يولد لنا فعلا اه يعني اعلان كويس جدا وتقدر ترفع صورة اي منتج ديك لكن الصورة تكون من غير اشخاص او وجوه بشر تقدر ترفعها ومباشرة يقدر يعمل لك اعلان للمنتج بتاعك طبعا تقدر تستعين بكتابة البروميت او توصفه لو انت عايز يعمل ايه وتقدر تولد فيديوهات بنفس الشكل ده وفي النهاية كل اللي عرفنا على الموقع بتاعها النهاردة سيبك الرابط في الوصف كمان رابط البروميتس والكلام ده كله تلاقيه في اول تعليق مسبت او في الوصف كان معك احمد من قناة نصر المعلومات والسلام